موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام وجزو الأهم الأنباء من قناة عدن الفضائية أجرى نايب رئيس الجمهورية نايب القيدل على القوة المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح اتصالا هاتفيا بقائد المنطقة العسكري الرابعة لواركن فضل حسن لاطلاع على المسجدات الميدانية ووضع الوحدات العسكرية وأشهد نايب رئيس بالانتصارات التي تحققت والبطولات التي يسجلها ابطال الجيش في جبهة الساحل وكرش والقبيطة وتعز والضالع وما يحرزونه من تقدمين في سبيل استكمال تحرير اليمن من مليشيات الحوثي المدعومة من إيران استمع نايب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء دكتور احمد عبيد من دغر إلى الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة واللجنة الاقتصادية للحد من انهيار وتدهور العملة والاقتصاد الوطني وجرى خلال اللقاء مناقشة المستجدات وما يحرزه ابطال الجيش من انتصارات كبيرة وتطورات السياسية وما قدمته شرعية من تنازلات في سبيل احلال السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث والمبادرة المتمثلة في المبادرة الخليجية واليات التنفيذية ومخرجات مؤتمر حوار الوطني وقرارات مجلس الامن الدولي ومنها القرار 22-16 كم سمع نائب رئيس الجمهورية إلى تقرير عن اداء الحكومة وجهود اعضائها في تطبيع الاوضاع وتلبية متطلبة المواطنين وتخفيف من معاناتهم جرى انقلاب ميليشيات الحوث الايراني وعبر رئيس الوزراء باسمه ونيابة عن اعضاء الحكومة عن شكر وتقديره الاهتمامي ومتابعة فخامة رئيس الجمهورية ونائبه مؤكدا بان الحكومة تولي جانب الاقتصادي والخدمي والانساني اولوية قصوى لتخفيف من تدهور هذا الوضع الذي تتبنى ميليشيات الحوث الانقلابية حضر لقاء من عام مجلس الوزراء حسين منصور ميدانيا اندلعت الشباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والخفيفة في محيط مدينة الحديدة وكشفت مصادر عسكرية بين الاشتباكات اندلعت على مشارف قرية دير حسن جنوب غرب مثلث كيلو ستة عشر وتبعد القرية مسافة اثنين كيلو تقريبا عن خط الحديدة تعز بتجاه مصنع رويشان تهامة بينما يواصل الحوثيون زرع الالغام واستحداث المتارس واعتلاء المباني وتمركز فيها من ناحية اخرى قالت مصادر ميدانيا ان قوات الجيش الوطني والقوات المشتركة وجهت طربة استباقية للميليشيات الحوثية في مدرية بيت الفقيه تزامنا مع انطلاق عمليات عسكرية واسعة لتحرير مدينة الحديدة نفى التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مسؤوليته عن مقتل ثمانية عشر صيادا يمنيا في صواحل البحر الاحمر وقال بيان للتحالف ان سفينة مجهولة فتحة النار على الصيادين متهما البليشيات الحوثية بتنفيذ هجمات مشابهة سابقا وذكر المتحدث باسم التحالف العقيد الروكن توركي المالكي ان قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد انها انه لا صحة لما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام عن استهداف قوات التحالف البحرية لزوارق الصيد مقابل ميناء الخوخة في عرض البحر تمكنت قوات الجيش الوطني محور بيحان من كسر هجوم فاشل لميليشيات الحوثي على مواقع الجيش الوطني في وادي فضحة بمدرية الملاجم محافظة البيضاء ومحاولة التفاف على مواقع الميسرة التي يتمركز فيها الجيش الوطني وبحسب مصدر في قوات محور بيحان فان الجيش تصدى للهجوم وتم تكبيد الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة في العتاد والافراد حيث لقي خمسة عشر حوثي مصرعهم بينهم قيادات ميدانية استشهدت امرأة مسنة برصاص قناص من ميليشيات الحوثي في مدرية جبل حبشي غير محافظة تعز وقالت مصدر عالميا المواطنة فاطمة سعيد قائد التي تبلغ من العمر خمسين عاما قتلت في قرية الأشعاب جبل حبشي برصاص قناص ميليشيات الحوثي وتاتي هذه الحادثة بعد يومين على مقتل مواطني عبدالله عبد الرحمن فزاع برصاص قناص حوثي في حي زيد الموشكي شرق مدينة تعز في الخبر الأخير في هذا الموجز قتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي في غارات جوية للتحالف العربي استدفت معسكرا تدريبيا للانقلابيين في محافظة حجة وذكر مصدر العسكريين طيران تحالف شن عدة غارات استدفت معسكرا تدريبيا تابعا للميليشيات الحوثية جنوبي مدرية عبس في محافظة حجة ما أسفره عن مصرع وجرح العشرات من عناصرها وضفا الغارات الجوية أدت إلى تدمير عدد من الأليات التابعة للميليشيات الحوثية كما استدفت تعزيزات للميليشيات الانقلابية في المدرية ذاتها إذا ها موجز الأنباء قدم لحضراتكم من قناة عدن إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر